السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخباركو شباب عاملين ايه؟ في سؤال كل سنة هو أن ينفع هني صاحبنا المسيحيين بعيدهم؟ لا، انت عارف الإجابة وعارف انه ما ينفعش بس انا مش جاي لك انت النهار ده اركن انت على جنب انا جاي لصديك المسيحي صاحبي وجاري واللي بيشتغل معايا وبنكون مع بعض عيش في ملح انا ما ينفعش لو ينفع هنيك كنت هنيتك تعارف لو عيد ملادك انت؟ انا جاي لك وقولك كل سنة وانت طيب مع ان عندنا ده بدعة بس دي امور دونية بنعديها البعض يعني انما المشكلة ان هي عقيدة ودين واحنا ما ينفعش ما ينفعش ما تردليش ما تردليش ان نخش في حتة حرام مش من حقي وانت تعذرني لده لو حاجة تانية من عندي قبل عندي وانت عارف كويس ان لو عندك مناسبة ما حدش بيقف جنبك وبيشيلك غيري احنا صحاب ومع بعض في كل شيء ان تأتي عند الامور العقادية يقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين يعني ما ينفعش عندنا حرام ان انا هنيك فانت تعذرني عشان ده امور عقادية ده امور لها علاقة بالدين افتكر كده مين اللي شالك في فرحك هتلاقينا انا افتكر كده مين اللي جاري معك لما كان عندك ظرف هتلاقينا انا افتكر مين اللي بيأكل معك ومالح كل يوم وراحين جايين مع بعض من الشغل وصحاب في الجامعة وصحاب في الشغل وصحاب في كل حتة هتلاقينا انا افتكر انت صاحبتك مين اول واحدة بتبريك لك وتجيب لك هداية في عيد ميلادك هتلاقيها صاحبتك المسلمة افتكر مين اول واحدة بتجري معك لما يكون عندك فرح وتشلك الفستان وتروح معك الكوافير وتروح معك الحاجات كلها اللي انت بتعمليها هتلاقيها صاحبتك المسلمة برضو الكلام ده عادي جدا وربنا سبحانه وتعالى يقول لم ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان تبروهم وتقصطوا اليهم ليكوا بر وليكوا قصد وحق جيرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبر جاره اليهودي وكان يزوره ولما يمرض بيروح له ولو عنده اي حاجة في الدنيا بيكون معاه انما في الدين لكم دينكم وليا ديني ما تزعلش مني اوعى تزعل مني وما تجيش تقول لي ما تبرك ليش ليه وتهنيني في العيد والله لو ينفع من العين دي قبل العين دي بس انا اسف ما ينفعش فعذرني والتمثل للعذر زي ما انا وبعذرك في حاجات كتيرة جدا ونعدي البعض ماشي مش نقف له بعد على واحدة الحكم قديم والدين مش لسه هنزل النهاردة كل سنة عارفيني الجواب بس احنا بنذكر بعض لعل ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا به تنسوش شايروا الفيديو وقالوا صحابكم المسيحين ما يزعلوش منكم عشان هما صحابكم وهيتنهم صحابكم واحنا مع بعض دايما شوفكم على خير السلام عليكم